النادي الاهلي في مواجهة ريال مدريد بعد ساعات تحديدا عند تسعة مساء اليوم اليوم الاربعاء نصف نهائي كأس العالم للاندية النادي الاهلي في مواجهة ريال مدريد يا له من فخر عظيم يا له من انجاز كبير متعة عيشينها شرف عيشينه وفخر عيشينه والفضل للنادي الاهلي شكرا للنادي الاهلي اللي خلينا النهاردة وامبارح واول اول اول امبارح نتحدث عن مواجهة بين فريق مصري عريق كبير تاريخي في مواجهة اعظم فريق على مر كل العصور فريق ريال مدريد يا رب يا رب الاهلي يعملها حلم وحلم مشروع حلم وحلم جاز ان شاء الله النادي الاهلي يعملها الفريق كبير طبعا الفريق كبير في الامكانيات الفنية الفردية ولكن في التاريخ الاهلي كبير بتاريخه زي ما ريال مدريد كبير بتاريخه الرؤوس متساوية في الحتة دي على مستوى الامكانيات الفردية طبعا طبعا في فرق كبير فرق كبير عشان حجم المنافسات اللي بيلعب فيها ريال مدريد اسعار اللاعبين فرق كبير بين الكرة الاوروبية والكرة الافريقية فرق فيه فرق مش بس فرق بين ريال مدريد كفريق والاهلي فيه فرق في كل ده بس كل حاجة واردة طبعا الحلم وارد طبعا فكرة انه وعجبني جدا مارس الكولان النهاردة في تصريحاته انه ريال مدريد اكيد مش هيتأثر بالغيابات واحنا كمان لازم نبقى فاهمين ده يعني ريال مدريد لو غيب عنه بنزيمة وميليتاو وتيبو كورتوة وإيدن هزار هو برضو الفريق اللي لسه عنده توني كروس وعنده لوكا مودريتش وعنده فالفيردي وعنده رودريجو وعنده فينيسيوس وعنده روديجر وعنده ديفيد ألابة عنده عنده نجوم لا تحصى ولا تعد عنده كل واحد من دول كافيل انه يشيل فرقة بس احنا معتمدين على ايه معتمدين على لعبة النادي الاهلي الرجالة معتمدين على لعبة النادي الاهلي اللي امكانياتهم محترمة برضو احنا مش هنتعامل برضو انه لعبة النادي الاهلي بتعافش تلعب كورة ولعبة النادي هم اللي بيعرف اللعبوا كورة لا احنا عندنا امكانيات هي فرق بس خبرات ومنافسات وخلافه بس فيه امكانيات عند النادي الاهلي في روح مشهور بيها النادي الاهلي روح الفنالة الحمراء في تاريخ كبير جدا مسنود عليه النادي الاهلي فيه جماهيرية عظيمة عندها الرغبة والحلم ان النادي الاهلي حق الفوز